مريم مصاب بالتوحد ما الذي يمكنها فعله؟ هذه مريم تسكن مريم مع والديها تحب مريم قراءة الكتب وهي تقرأ كتباً عن الفراشات فقط تحب مريم الفراشات تذهب مريم إلى المدرسة كثيراً ما تشعر مريم أنها وحيدة لا تجد مريم المدرسة ممتعة تجد مريم صعوبة في تكوين صداقات وكثيراً ما تكون وحيدة إنها لا تفهم مزاح الأطفال الآخرين لا تعلم مريم أحياناً ما يريده الأطفال الآخرين وهي تعتقد أن الأطفال الآخرين لا يفهمونها كذلك تشعر مريم أحياناً أنها مختلفة عن الأطفال الآخرين تجد مريم صعوبة في التعلم يصدر الأطفال في الصف مريم الكثير من الأصوات ويتحدث الأطفال جميعاً أحياناً في نفس الوقت يمتلئ رأس مريم بسرعة تتضايق مريم من ذلك تبذل مريم قصار جهدها لكنها لا تستطيع على الرغم من ذلك الإصغاء بشكل جيد في الدرس تغضب مريم بسرعة إذا لم تفهم أشياء يبحث والدي مريم عن مساعدة يتصل والد مريم هاتفياً بطبيب العائلة ويحجز موعداً يتحدث طبيب العائلة مع مريم ووالديها إنه يقول أن مريم تحتاج لمساعدة يرسل طبيب العائلة مريم إلى معالجة نفسية يمكن أن ينظم طبيب العائلة والبلدية مساعدة للأطفال يسمح للطفل دائماً باستحاب شخص إلى الموعد شخص يثق الطفل به تذهب مريم ووالديها إلى المعالجة نفسية تساعد المعالجة نفسية الأطفال عن طريق التحدث معهم وهي تعلم الكثير حول الشعور الأطفال إذا لم تريد التحدث باللغة الهولندية يمكنك طلب مترجم شفهي يساعد المترجم عن طريق الترجمة تتعرف مريم أولاً على المعالجة النفسية ثم تجري المعالجة النفسية فحصاً وهي تطرح أسئلة على مريم ووالديها وذلك لكي ترى ما هي المشاكل الموجودة لدى مريم ثم ستساعد المعالجة النفسية مريم تسمع مريم أنها مصابة بالتوحد تخبر المعالجة النفسية مريم أنها مصابة بالتوحد جميع الأطفال المصابين بالتوحد مختلفين يجد بعض الأطفال المصابين بالتوحد صعوبة إذا حصل تغيير في أشياء مثلاً إن تم إلغاء الدرس ويكون بعض الأطفال منشغلين جداً بشيء واحد تحب مارين مثلاً الفراشات جداً ويمكن أن تغضب سريعاً أحياناً هناك أطفال أكثر في العالم مصابين بالتوحد أنت تولد مصاباً بالتوحد تعلم التعامل مع التوحد تصاب بالتوحد طوار حياتك يمكنك تعلم أن تتضايق من ذلك بشكل أقل تخبر المعالج النفسية والدي مارين ما هو التوحد كما يتعلم والدي مارين ما يمكنهما فعله لمساعدتها من الجيد لمارين أن يمكنها فعل نفس الأشياء كل يوم في نفس الوقت يساعد التخطيط الثابت يفهم الوالدان مارين بشكل أفضل الآن تحصل مارين على مساعدة تتدرب مارين مع المعالج النفسية وهي تتعلم بذلك ما هو التوحد كما تمنح مارين نصائح من قبل المعالج النفسية تحصل مارين أيضا على مساعدة في المدرسة يساعد المعلم مارين وهو يتحدث عن التوحد في الصف ثم تشاهد مارين مع صفها سوية فيلما قصيرا حول التوحد يظهر الفيلم القصير ما هو التوحد يفهم الأطفال في الصف الآن ما هو التوحد إن الصف أهدأ الآن تستطيع مارين الآن الإصغاء للمعلم بشكل أفضل لا تزال مارين تجد صعوبة في بعض الأشياء لكن تفهم مارين الآن لماذا ذلك صعب يفهم زملاء الصف والوالدين مارين بشكل أفضل الآن يبذل الجميع قصار جهدهم لمساعدة مارين لدى مارين صديقة جديدة مارين سعيدة ترجمة نانسي قنقر